وقناة النهار تكون دائما رائدة في مجال التوعية الطبية إن شاء الله شكرا لك بروفيسور على تربية الدعوة رمبا بداية لو تحدثنا أكثر عن انطلاق المؤتمر الوطنية 18 لأمراض الدم الذي انطلقها اليوم هذا مؤتمر 18 متكون من أطباء أخسائيين في طب الأطفال اللي يتكفلوا بالأمراض الهيموفيلية وتخطروا الدم وكذلك أطباء أمراض الدم من جميع أنحاء الوطن وغادي نتبادلوا المعارف ونتكلموا على توصيات المنظمة العالمية للصحة بالنسبة لهذه المرضى بالهيموفيلية وتخطر الدم نعم الآن كما تبعنا في ميكروفون الزميلة رمية ثمنا يعني 1342 مريض مصاب بالهيموفيلية يعني هو مرض نادر ويصيب الدم ربما ما هو مرض الهيموفيلية قبل ما نعرفه الهيموفيلية لازم نعرفه كيفية توقف النزيف عند الإنسان العادي كيكون هناك نزيف نعم فقط كيكون هناك نزيف يوجد صفائح الدموية ويوجد هناك عوامل تخطر هادو عوامل التخطر واحدين الشطة الثاني حتى يعمل يسدد هذا الفتحة في الهيموفيلية يوجد نقص عاملين العامل تمانية في الهيموفيلية ألف والعامل تسعة في الهيموفيلية با ويا لا يمكن تنشيط ولم لا يمكن تنشيط ما تكونش عندنا انسيدات الجرح وهدو لهاك الهيموفيلية مرض الهيموفيلية يلسان بوكو بلوس تادير يدمو عندهم نزيف دموي أكثر من شخص طبيعي أكثر من شخص طبيعي نعم الآن لو تعرف لنا ما هي الهيموفيلية وما هي أنواع الهيموفيلية الهيموفيلية قلت لك كان نوعين من الهيموفيلية إيموفيلية ألف نقص العامل تمانية والإيموفيلية با هي نقص العامل تسعة ويوجد حدة في الإيموفيلية إيموفيلية هي عدة أمراض في الإيموفيلية نجد مريض عنده تخطر وإيموفيلية خفيفة وين يكون النزيف الدموي بعد عملية جراحية وين الجميع يكون عندنا إيموفيلية متوسطة في الإيموفيلية المتوسطة الإنسان تخطر الدم ما يكونش كبير وهذا الإنسان يكون عنده نزيف بعد كدمة وبعد ضربة والآخير هو الإيموفيلية الحادة وين يكون عندنا الفاكتور ويت ولا نوف لدو هذا العامل تمانية وتسعة أقل من واحد بالمئة وهنا هذه هم مرضى الإيموفيلية المعرضين للإعاقة لكن الإيموفيلية الخفيفة ليسوا معرضين للإعاقة نعم ربما كيف يتم تشخيص مرض الإيموفيلية؟ تشخيص الإيموفيلية أولا لازم نعرفه باللي كان 70% من الإيموفيلية تكون موروطة و30% تكون غير موروطة بسيطة ما كانش تاريخ طبي نزيف في عائلة الأم أو عائلة الأب لازم الطبيب أولا يدير حوار شامل مع العائلة ومع المريض نعم بحيث الماضي الطبي نشوف إذا كان نزيف عند الوالدة عند الأخوال عند الأعمام نعرفه باللي هذه الإيموفيلية ويراتية في 30% غير ويراتية كي يكون طفل صغير إن الجميع تعرض الكادمات تكون نزيف الدم يكون كبير بزاف ولا عملية تلخيتان بها نحيطكم عملية تلخيتان لازم تكون في محيط طبي يعني يكون طبيب ويكون الجراح لازم منها تحاليل كعملية جراحية صغرى ليست عملية جراحية كبرى ولكن لازم منها نعملوا تحاليل طبية كانت تنين تحاليل تحاليل الكوريات منبحتوا على الكوريات الصفاحة الدموية العادة تها وتحاليل تخطر الدم اللي فيها تسيا توندو كويك اللي في برينوجين هذو تلتحاليل اللي نديرهم ويكون الإنسان يدير الخيتان هو فرح من حولوش الحزن لازم يكون في محيط طبي ولازم الإنسان يدير بعد التحاليل نعم سنعود فقط لهذه الفكرة بروفيسور مسعودي لكن بعد هذا الفصل مشاهدين لا نتوقف عند فصل ولا نعود أهلا بكم مجددا مشاهدين إذا نعود لمواصلة النقاش المتعلق بمرض الهيموفيليا المرض النادر الذي يصيب الدم إذن أهلا بكم مجددا بروفيسور مسعودي إذن قبل الفصل كنا نتحدث ربما عن التشخيص يعني حدثنا ربما عن أهمية وضرورة التشخيص للجناج التشخيص لازم في العائلة وين يكون هناك فرض من العائلة يكون حامل المرض الهيموفيليا لازمنا جميع الولادات نبحث عن مريض الهيموفيليا لأن ركم تشوفوا في هذه الصورة كي تكون الهيموفيليا يعني بما أنه ويراثي 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 في 70% وين يكون الـ X حامل لموروط الهيموفيليا ويكون الأب غير حامل يعطينا 50% من الولادات طفل اهيموفيليا كي تكون الأم ناقلة لكن ليس فرصيما تكون الأم ليس فرصيما 50% نجم تكون لدينا اهيموفيليا عند الولد وال50% الأخرى الولد يكون سليم تانيا اللي في البنات تنجب تكون عنا بنت غير مريضة غير حاملة للمرض وبنت تكون حاملة للمرض ولكن ما هيش مريضة حاملة للمرض اللي غادي تنقلوه بعد الأولاد هما اللي يكونوا مرض اللي يكونوا فيهم لأعوارض الهيموفيليا في الحالة الثانية لما يكون الأب ايموفيليا والزوجة غير مريضة تولي غارسهم لأن الأولاد يكونوا نورمال من البنات ينقلوا الهيموفيليا نعم حدثنا ربما في التشخيص حدثنا أو في أنواع الهيموفيليا حدثنا عن نوع A ونوع B ربما يعني سكوال دفرانس بين النوع A ونوع B يعني كين ربما ستتحدث عن سيفيريتي نعم الهيموفيليا كان أنواع كتير كان نوعين الهيموفيليا أو الهيموفيليا B و جوزي من نقص واحد من هذا يمد نزيف دموي والهيموفيليا A و B هما الأكتر هما الأكترية من الأمراض النزيفية الهيموفيليا A و B هما مختلفين في الفاكتور يعني واحد ماريت ايموفيليا A نعطي فاكتور غنف مش كيف كيف ثانيا في شدة المرض الهيموفيليا A المرض شديد أكتر من الهيموفيليا B وأقل الهيموفيليا B أقل من الهيموفيليا لأنه 80% 85% والإيموفيليا من 10% حتى 15% من المرضى الآن تحدثنا أكثر ربما عن المضاعفات الهيموفيليا المشكلة من من يكون الطفل صغير بهم تكون لديه إعاقة من المضاعفات المرض المقصود ربما بالإعاقة راني جاي نعم تفضل الإعاقة هذا المفيل يقول لك عنده نزيف والنزيف الخطير يكون في العضلات وفي المفاصل في المنفصل لما يكون نزيف يكون هناك انتفاخ يوجد غشاء هذا الغشاء يعطينا سائل لزج يسمح للمفصل يتحرك بثلاثة كيكون الدم في هذا المفصل هذا الغشاء يتقطع لما يتقطع يكون ينزف ينزف لما ينزف يؤدي إلى تلف الغضروف من بعض العتم وهي الفاس فينال هذه المفصلة لا المفصلة ولكن لا يقدم العثورة. يزدي المسلحان ويزديه وهنا يجب أن يمت بحيانا للعبات لتجمع بحيات المشارطة والأخصابه لا يوجد عنية فكرة والأخصابة هي هي هريدتار على إغيديتك في سبعين بالمئة وثلاثين بالمئة اللي ستدير سبو غاديك ستدير تأتيهاك لأن هاد البرتي في الكروموزوم إكس كأن هاد البرتي شوية فرجيل لازم يكون واحدين إكسبوزي وغادياسيون غاديوتيرابي متوليش تنتج العامل تخطر بالكمية المناسبة لتسمح الإنسان أنه يعيش طبيعيا بسكول إيموفيل راه راقد ينود يلقى انتفاخ في ركباته نعم لو تحدثنا ربما عن العلاجات المتوفرة حاليا العلاجات المتوفرة حاليا يوجد العلاج وفاكتور ويت نوف بلازماتيك جاي من الإنسان البشري من الضوء دو سن وحد كي مدد الدم نسجبدو منه الفاكتور ويت فاكتور نوف ونمدو وكاين الفاكتور المعدلة وراتيا وكاينين دوترفاكتور لأجسام مضادة لدخلوا للسوق وإن شاء الله يكونوا في الجزيرة يوجد نوعين من العلاجات العلاج عند الحاجة والعلاج الوقائي العلاج عند الحاجة ما معنتها؟ الإيموفيل لما يكون عنده انتفاخ نزيف في الركبة يدير دوء تعو حق نواريدي أما العلاج الوقائي هو عبارة عن علاج منظم ومنتظم ينجم الإيموفيل يدير يدير اين انجكشون دوز انجكشون حتى ثلاث جروعات في الأسبوع على هذه ثلاث جروعات يجعل الفاكتور ويت طالع في الجسم التعو وما يدير هذا النزيف الدموي التلقائي في الركبة ويديرها في المفاصل التعو وبهذا ينقص النزيف العضلي ينقص النزيف المفصلي تكون الحياة ينجم يكون كإنسان عادي كي بحنا قاع كإنسان عادي مي خاصة يدي بطريقة منتظمة فاكتور ويت وفاكتور نف نعم ربما كيف يتم التكافل بهذا المرضى يعني انقف حدثنا ربما على الابانسي دلا بخيزون شارج لبخيزون شارج في الجزائر لازم نعرفه باللي كين عشرين مركز علاج الاموفيلية وتخطر الدم على المستوى الوطني السيرويس دي بيدياتري والسيرويس ديماتولوجي تانيا يوجد لجنة مختصة متكوينة من أطباء أمراض الدم وأطباء الأطفال هذه اللجنة راح يدير في توصيات هذه التوصيات يكون الوزارة الصحة لتكافل بالمرضى وهذه التوصيات مستمدة من توصيات المنظمة العالمية لصحة لتقول باللي العلاج الوقائي لجميع الأطفال اللي عندهم ايموفيلية شديدة قل من ثلاث سنوات على حساب العامل التخطر اللي عندنا يكون بشاري يكون معدل وراتيا وكين دواء آخر الزنتي كورمونوكلونو التسام مودادة هذه الدواء الأخير غير حياة الاموفيل لأن الاموفيل يدير الأبرة في العرق ما في هذه يدير انسو كوتانيس تحت الجلد يديرها مرة في الأسبوع ولا مرة في الأسبوعين ولا مرة في الشهر وهذه تخليه يعيش حياة طبيعية ولكن ننجحو في العلاج الوقائي لازم يكون عندنا هناك علاج منزلي العلاج المنزلي معناتها الاموفيل يأتي تحت التغطية الطبية والشبه الطبية يتعلم ماشي يتعلم ما يدير تحت الجلد يتعلم يدير دونزون فان دونزون فان بشوية بشوية عندنا في المركز وكل مراكز عندنا في المركز 90% من الاموفيل يجو يعرفوا يديروا ينجيكسون يفيد ويدير البرودويت لأنه مادام نديروا هاد الدواء بسرعة مادام النزيف يحبس بسرعة مادام الكمبيكاتيون سيكون مانغراف هناك ربما حديث عن تجارب طبية تبعة الأمل في علاج نهائي ربما لمرضى النزف الدم الوراثي هل يمكن الشفاء أو التخالص نهائيا من هذا المرض؟ ياسكو نابلا تغابي جينيك استدير العلاج الوراثي هاد العلاج الوراثي كان أكتر في الاموفيلية بي كالاموفيلية ا في الاموفيلية بي كان علاجات ويراثية لطلع الفاكتور ويت ولكن مشي الكميات المناسبة يحتاج جرعة واحدة كل شهرين جرعة واحدة كل شهر ولكن لحد الآن الدواء اللي يعطاء نتائج ملاحة الدواء سليزون تيكور منوكلونو اللي ينديرهم تحت الجلد وهذا غير يغير حياة الاموفيل ربما هذا حدثنا ربما عن العلاج الوراثي ربما هل هو متوفر على مستوى الجزائر؟ لا لا يوجد ننتظر في الجزائر هناك ننتظر دواء اميشي ملاحة دواء اللي غادي نديروه تحت الجلد مدة شهر وهذا غادي يغير غادي 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 حياة الاموفيل والاتيرابيجينيك صابيان رابري نعم وبما مرضى الاموفيل الاموفيل هل عندهم نظام غذائي مخصص؟ هذه النصائح اللي لازم يكون العائلات أولا النظام الغذائي لازم المصاب بالاموفيل يكون عنده وزن قليل لأنه زيادة في الوزن تكون هناك وزن كبير المفاصل وعلى العضلات يكون نزيف أكتر تانيا لازم هذه الأطفال والأولاد يديروا الرياضة لأنه حسب الاموفيل كنت تقسيم مديش رياضة لأنه ننزف مع العلاج الوقائي يدير علاج وقائي يدير الرياضة التأول لأن هذا الرياضة تطور العضلات وتطور العظام وينداز يكون أقل من هذا الرياضة التي يمكن يمارس رياضة التنس ينجم يمارس الدراجة للأطفال ينجم يدير الدراجة ولكن يدير الخودة في الرأس وفي الركبتين ينجم يدير السباحة السباحة رياضة ولكن رياضة القيتالية ما لازم شي يديرها تالتا لازم صحة الأسنان لازم ينزف اليموفيل بكثرة يكون بروسة دون سوبل بفليور عن نتاع صيدال ومثل يزور الطبيب الأسنان كل ثلاث إلى ست أشهر ورابعا اللقاحات لأن اليموفيل يدير علاج وقائي منزلي يدير 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 وفي العائلة ينجم يتوش لكن يدير اللقاح الالتهاب الفيروسي ألف وابا بالنسبة له وبالنسبة للأفراد العائلة وهناك جانب نفساني للوالدين يخلوا الولد يتقبل المرض ويتماشى معه ويكون يتماشى بالتفاؤل نجم واجه المرض والمشاكل الاجتماعية ربما ختم كلمة أخيرة أو نصائح خاصة للأولياء اللي عندهم أبناء هم مصابين بهذا المرض وشيق النصيحة هي الرياضة ثم الرياضة والعلاج الوقائي وما اللي يجنب أولادكم الإعاقة ثانيا نقول لك الانفان يلي ني إموفيل مين ني ني انديكاب يلو دويا وهذا خاص العلاج الطبي خاصنا نوفر لهم الدواء المناسب والعلاج الكافي بهم يوصل لهذا الإعاقة نعم بروفيسور مسعودي شكرا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه النصائح ترجمة نانسي قنقر